يا محل الفصحى يا عيني على راس البر والأمار نور عيني 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 عالمو عالمو جلبة ألي تعالي يا شغل بالي ألي تعالي يا شغل بالي روحي حلال يا عيني على طول الأم والأمار نور عيني 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 عالمو عالمو جلبة عالمو عالمو جلبة هالكلمات الحلو بهالصوت الحلو مشاهدينا من بلش حلقتنا لهاليوم من نادي أطفال وقريت مثل العالم نلتقي مع أطفال مواهب أطفالنا الحلوين يسعد مساكن وأهلا وسهلا فيكم هلأ مشاهدينا رح نروح نتعرف أكتر على أطفالنا وضيوفنا لهاليوم مع الصوت الحلو اللي سمعناه هلأ كان معنا محمد يسعد مساكن يسعد مساكن جميعا يا رب وعلك يا رب أهلا وسهلا فيك يا محمد مثل ما شفنا موهبنا محمد الغناء هلأ رح نسمع كتير من صوت الحلو كمان عنا صاحبة الفستان الحلو مع الشعرات الحلوين الشقراء ساروناز أهلا وسهلا فيك يا ساروناز ونورتنا بنادي أطفال وقريت وكمان موهبة ساروناز هي الغناء ورح نسمع كتير من صوتها كمان عندي صبي الأمورة النعمة صاحبة الفستان التفاحي ريم الأمورة يسعد مساكن يا ريم أهلا وسهلا فيكي ونورتنا وأطفال أقريت وبرنامج أقريت نعمل للكون أهلا وسهلا فيكن كمان مشاهدينا عنا قمبلة نادي أطفال أقريت الطفل الأمور صاحب الصوت الأوي علي يسعد مساكن يا علي ومثل ما شفنا ولتقينا معه بحلقات قبل علي هو موهبته الفصاحة والخضابة وشارك كتير بمسابقاته ونال الجائزة الأولى على قوته بالأداء كمان والقصاد اللي عم بيختارها من خلال اختياراته لقصاده يسعد مساكن مشاهدين راح نتعرف أكتر على موهب أطفالنا الحلوين لنحكم عليهم من خلالكم من خلال شاشة قناة أوقريت يسعد مساكن يا محمد كمان راح نذكر مشاهدين أنه لتقينا قبل بمحمد لدي الوقت ما أخذنا كتير من مساحة صوته هلأ كمان إجل عنا ليعبر عن موهبته ولياخد مساحة أكتر لموهبته من خلال الغناء مثل ما سمعناه فتتحنا في برنامجنا بصوته يسعد مساكن يا محمد مثل ما حكمنا عليك وحكم عليك مشاهدين عندك صوت حلو واسئ من حالك كمان راح نذكر كمان عنده صوت عنده قدرة على التمثيل قدرة على تقليد الأصوات اللي تقينا معه وعبره عنه هذا الشي ببرنامجنا من خلال ناري أطفال الأوقريت يسعد مساكن يا محمد كمان راح نذكر مشاهدين اللي تقينا كمان مع الأمور الحلوية صاحبت الصوت الشجي اللي بيفوت على قلوبه كمان خلال أغانية اللي عم بيختاروها أطفالنا الحلوين وسارو ناز اختارت أغنية فاتت على قلوبنا وقلوب مشاهدين لهيك كمان استدعيناها لتكون بحلقتنا لها اليوم لنسمع أكتر بصوتها يسعد مساكن يا سارو ناز شو حاب بسميني سارو ناز حاب بسميكم أغنية للبلد والأوضاع اللي عم بتصير داميات العينين أمشي عارية الكتفين أمشي فوق لهي بالنار اقصف دمر حطم وهدم وابناء صامدون صاريخ دبابات العرب نائمون دمي أنا تساوى والماء أطفال اليتامة غرقوا في الدماء دمي أنا تساوى والماء أطفال اليتامة غرقوا في الدماء عالي عمارك خنضميرك منك هيا للعار لا سبولا فخام سئمت الانتظار حلو ياتيك العافية يا سارو ناز عندك رنة بصوتك رنة حنونة مع رنة قوية بتوصلي المعنى من خلال صوتك يستعد مساكن يا سارو ناز ونورتينا وهلأ رح نسمع أكتر من صوتك الحلو بعد ما ننتقل عند الأمور الحلو يريم حلو اسم ريم ما مين هون بحضل حضرة اسمه ريم غيرك انت يسعدتاك يا ريم أهلا وسهلا فيك بتحبي اسمك حلو وأنا بحب اسمي كمان ما بتحبي يكون اسمك اسم تاني شو ما بتحبي ما بتحبي وأنا كمان ما بحب يلا هلأ أنت موهبتك الرسم لنشوف مع مشاهدينا أكتر من رسوماتك عش عشي يا ريم متير حلو أنا شايفي هيد الصورة يا ريم أنا شايفي هيد الصورة هيد شجرة بتحب تتعلق بأرضم متل ما الإنسان بيحبي يتعلق بوطنه حلو ايشو هالتعبير الحلو يا ريم شايفين أطفالنا حتى لو كانوا صغيرين عندي الكلمات معبرة بتحبي وطنك انت شو حاب بتصير وتخدمي للوطن شو حابتك دكتورة أكد الدكتورة بدها تخدم الوطن من خلال مهنتها أن بتداوي المرضى شايفين بشوفيك أحلى دكتورة يا ريم يلا بنشوف اللي بعدها هيرا قصت بالي تحبي رقصت بالي كتير تحبيت رقصي بالي أنت اي أنا كنت نسجلي بمعهد بالي فلا هيك بتحب العصب علي ورسمتها لرقصة بالي اهه يعني أنت شايفي حالك بهيد الصورة شوفي حالك أنت بتعرفي تلقصي بالي كتير اه بكرة علميني تمام يلا بننتقل للصورة الفعدة تحبي الألوان كتير أنت أي لون بتحبي كل الألوان كتير حلوة هاي دستورة يا ريم هايدي من برامج أطفال يعني كنت بدي يقولك أنت رسوماتك تستوحية من الواقع ولا لا من خيالك أحيانا من خيالي أحيانا من الواقع حلو والألوان أكتر لون بتحبي يكون بصورك برسوماتك لون الموفي الموفي كتير حلو يلا بننتقل للمعدة أكيد نحن مشاهدينا بنفتخر بمواهب أطفالنا عند المواهب يحبوا يعبروا عننا ما بيهملوا كتير حلوة بحب كتير الغناء فلهيك أنا رسمت بنت عم بتغني تحبي صوتك حلو أنت سمعين الشي من صوتك ريم شو حار بتخلينا بمأنو أنت كتير بتحب الغناء يلا غنية غنية يابانية يلا حلو رح نسمع من عند ريم أغنية يابانية يلا ننسا مرغاني ناموشي رزو سالي كين يدر حانا نارب حانا نارب حانا كزي حانا نارب حانا نارب لك كوبارتة عانايتاني حغشي كاميرو تو امارتة بارابا بارابا كرتة السعيدة بارابا بارابا دوستاشي كوشي اي انا هيك سارحة فيكي شي يعني عم تغني تعال في ترجمة هيد الأغنية عوام تمضي والدنيا أصفار فلنقرأ فيها عن قصة أسكار فارسة الفنسان أفق عينها فاتنة الشجعان كل يهواها بصمتها أحلى الكلام بصوتها لحن الكلام أقوالها حد الحساب بالحق لا تغشى المساس بطلة بطلة خصمها يتوارى بطلة بطلة سيفها بطر برافو 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 مين ترجم لك هيد الأغنية على اليابانية؟ أنا مترجمت لحالي حافظة أيني بتعرفي تحكي ياباني أنت؟ ولا في حد أعلمك علي أنا ما فهمت؟ لأ ماني حافظة غير هالغنية اليابانية منين مين قالك المساس؟ شو معنات بطلة بص بالياباني؟ بارابا بارابا مين قالك إنه هيدا معناها بارابا؟ مين علمك إياها؟ أنا تعلمت لحالي أها حلو أنا كتير هيك مبسوطة بأطفالنا كيف عم بيعبروا عن مواهبهم أنت هيك حبي تتعبري عن هيد الأغنية باللغة اليابانية؟ أها هلأ بدي أعطيكي أغنية منشان ترجميلي إياها بالأغنية اليابانية شو رأيك؟ لا ماني حافظة غيرها يعطيك العافية يا ريم نورتينا شو حاب بتصيري من مستقبل ريم؟ دكتورة إيه البتدي يا دكتورة منشان العالج المرضى صحيح مثل الشجرة عم تخدم البلد وعم تعلق بالبلد أنت كمان بديك تخدم البلد وتتعليب البلد ذكرتها ما؟ بطلة 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 ريم هلأ وسهلا فيك يا ريم هلأ رح نلتقل عند قنبلة الموسم فينا نقول قنبلة هذه أغنية علي علي صاحب الصوت الشجي يلا علي الكاميرا إلك قفي ساعة يفديكي قولي وقائله ولا تخذلي من باته والدهر خاذله أنا عالم بالحزن منذ طفولتي رفيقي فما أختيه حين عقابله وإن له كفا إذا ما أراحها على زبل ما قام بالكف كاهله يقلبني رأسا على عقب بها كما أمسكت ساق الوليد قوابله ويحملني كالسقر يحمي صيده ويعلو به فوق السحاب يطاوله فإن فر من مخلابه طاح هالكا وإن ظل في مخلابه فهو آكله عزائي من الظلام إن مت قبلهم عموم المنايا ما لها من تجامله إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما أنجوا من الموت قاتله فنحن ظنوب الموت وهي كثيرة هم حسنات الموت حين تسائله يقوم بها يوم الحساب مدافعا يرد بها ذمامه ويجادله ولكن قتلا في بلادي كريمة ستبقيه مفقود الجواب يحاوله ترى الطفل من تحت الجدار مناديا أبي لا تخف والموت له طلوابله وولده رعبا يشير بكفه وتعجز عن رد الرصاص أنامله على نشرة الأخبار في كل ليلة نرى موتنا تعلو ودهوي معاوله لن ينسج الأكفان لن ينسج الأكفان في كل ليلة بخمسين عاما مات كل مغازله أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة كأن نال عمر أهله وقبائله وقتله على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله وصلى عليه ثم يوطع بعدها ويحرف عنه عينه من تناوله إذا ما أضعنا شامها وعراقها فتلك من البيت الحرام مداخله أرى الدهر الله يردى بنا حلفاءه ولسنا نطيقيه عدوا مصابله فهذا ثم من جيلا سيقبله أو مضى نبادلنا آمارنا ونبادله ونبادله برافو برافو شهاد 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 يا علي أنا مبسوطة هيك علي طالع ببرنامج نادي أطفال وقريت يعبر بهذا الصوت الحلو عن الشيء اللي عنده أهله وسهله فيك يا علي نورتنا أكيد مشاهدين كتير مبسطوا فيك انت مبسوط معنا علي أكيد إذا في أغني صديدي بدي ألقيها هلا ما حدي سامعه ولا حتى عمي سامعه ولا حدي سامعه يعني نحنا من خلال قناتنا بنا نسمع كلنا تمام؟ هلأ رح نرجع لعندك نتعرف أكتر على هيد الأغنية وشو حابب تصير بالمستقبل وشو عندك مواهب تاني وشو نشاطاتك بما أنه وصلنا على أقبال المدارس شو تحضيراتك تمام علي؟ هلأ رح ننتقل لعند محمد سعد مساكي يا محمد مساكي يا رب يلا شو حابب تسمعنا على ببي وايف أمارين واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوماء على ببي وايف أمارين واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوماء على ببي على ببي وايف أمارين يا أمارين بالليالي نحن العشين يا طلع بالعلالي خلينا سهرانين يا أمارين بالليالي نحن العشين يا طلع بالعلالي خلينا سهرانين ولنك ما بين أمارين ولبس ما بين هلالين ولنك ما بين أمارين ولبس ما بين هلالين والناس عندهم أمار وأنا عندي أمارين لسلم هالصوت يا محمد يعطيك العافي وخلي لك هالصوت محمد عندك فكرة أنك تشارك بمسابقات مثل عم نشوف كتير من المسابقات اللي عم تطلع عندك أندي فاعل هيدا الشيء عندي هداف بس بحس أني إذا طلعت لبرة وانشهرت من برة بحب أني انشهر من بلدي مثل بس بدي شوفكم هيدون الشهادات أنا أخدت لهلأ شهادتين واحدة هيدي شهادة من نقابة المعليم فرع جامع التشرين أنا كنت معهم بختام الأنشطة الصيفية كنت معهم طول الصيف هي هي مقدمة من نقيب المعلمين يونس يونس وهي من الفوج السابع واللي أنا فيه من عميد الفوج ومفوضية اللادئية ومن رئيس اللجنة المركزية لكشاف اللادئية أني أنا معد ومشرف المسابقة تاعت نجم النجوم وأنا كتعوده لجنفية كتير حلو يعطيك العافية عندك نشاطات عندك فعاليات عندك شي تقدمه محمد يعطيك العافية محمد محمد شو حاب تصير بالمستقبل والله أنا حابة بكون أول شي أني يكون دكتور أسنان حلو وبعدين يكون أني يوصل للنجومية باللينا هيدا حلو كتير حلو واحد يكون دارس في رجامعة ويختص فيه ويتفضل لموهبته كتير حلو محمد محمد شو فرق الصيف عن الشتي عندك هلأ الصيف بحس فيه الحياة والحياة كلها بتنبع من الصيف لأنني بالشتي بقى مدارس وأنا طبعا بحب المدرسة بقى كرها بس أني في التزامات وفيه شي أبدا من الشي ايوه بس بالصيف كل شي بحس روح فيها أحلى فري بتكون فري انت اي بحس بالأمان بمبسط كتير يعني بالصيف وصيف وشعور حلو كتير ما بين مصيف صباح يعطيك العافية يا محمد نشاطة بشوفك دكتور أسنان ونجم شكرا ساروناز كيف تحضيرك للمدارس ممتاز كتير تحب المدرسة انتين؟ ماشا اه اه شا حابت تصيري بالمستقبات؟ فنانة اه يعني صوت حلو تحب التمثيل؟ جدا انا عامل كمان حفل التمثيل حلو شاركت بمسابقات انت؟ اي انا عامل اربع حفلات كمان غنائية وحدة تمثيل شاركت بمعاهد انت سارونا؟ اه معاهد اي معاهد اي حدا عنده موهبة بس مو منمها للموهبة كل مرة بنذكر انه ببرنامجنا في كتير من الناس عنده موهب بس ما عم تنميها لهيد الموهبة في بده يكون الشغلة بده اهتمام اكتر انت من خلال صوتك الحلو هلا اي صوت حلو اذا ما شاف حدا يرعاه لهذا الصوت ما بيكمل لا اكيد انا هلا انت صوتك حلو بس في اكيد في في مطارح نحن ما بنعرفها بشكل عام انه صوتك حلو بس مطارح تانية بيكون فيه النشاز وهذا النشاز انت بتعالجين من خلال معاهد من خلال المدرسين فهماني بهيدا الشي انتي عند دخلت بهذا الشي اي انا كمان هلا صرت بمعهد محمود العجان صرت سنة اولى بالغناء اه كتير حلو شحاب تسمعنا سارونا اقولي لكارول سماحا وحشان الدنيا في بلدي وحشان الدنيا في بلدي عايزة روح روح بلدي وافتكر اللي كان وحشان اللم حلوة وحشاني اللامة الحلوة واللي اللامة بيعزي في طنوة في ليلة حبي كمان ولقيني بقرب ليك ابني بلدي بحب عينيك وزنين وانا مش عارف انساء ومعا حسد بامان اوه والله يا بلادي اوه وحشاني يا بلادي ذكريات وحكات ما معيش والله ماليش غيرها ودايما فكرها ولا الوبيدة واللي غاب غير لحظت حضن الاحباب اوه والله يا بلادي اوه وحشاني يا بلادي ذكريات وحكايات ما معيش والله ماليش غيرها ودايما فكرها بكرة هنرقا ويقمان تاني المكان والايام الحلوة حترقا لنا كاما اوه برافو برافو ساروناس برافو كي حنية في رنب صوتي كتير حلو يا تيك العافية انا كمان انا مرافقة الغناء بآل البيانو كتير حلو انتي بتازفه ولا في حد ان يعزف لك لا انا هلأ بابا كمان حاطط لي استاز بيانو خاص بيانو انه هو بيعلمني بيانو طبعا غير المعاهد اهه حلو ايه انا كتير كمان بحب الآلي وحب الغناء هو بيطلع الشيء مكتلين من العزف وغناء فماما بابا كتير شجعوني من انو جهل انت حلل بابا وماما من خلال برنامجنا نعدي اطفال وقريتي هني يكون على هيد البنت الحلو الأمورة سارو ناز هلأ رح ننتقل لعند ريمي هيك شفنا مع ريمي رسوماتها شفنا انه هي بدت تصير دكتورة اه وكمان هي شاطرة بالمدرسة صف تاني انتي ريم تالت تالت صف تالت وبدأ تكفي بدراستها وبدأ تصير كتير دكتورة حلوة وكمان ما رح تترك الرسم ويساعد مساكي يا ريم ونورتينا وعندك مواهب تانية بيضافة الى غند بالياباني وبدنا نعطيها اغني ترجم لنا اياها بالياباني وهيك ري هلأ كمان رح ننتقل لعند الطفل الأمور علي يلا علي سمع انه ما حدا فيه اصيدة ما حدا سامعة لا انا ولا عمك ولا حدا يلا يا ايها السيدات والسادة وأنتم يا اصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة كلنا ابناء مجتمعات تعشق التكرار والاعادة فقد قالوا لنا ان في الاعادة افادة مجتمعات تقدس التقليد والعادة مجتمعات جعلت من العادة عبادة مجتمعات احلام شعوبها تبقى تحت الوسادة مجتمعات ثقافتها تلقى الابادة فقد اصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد فهذا نوع من انواع التمرد انبتات عن الجذور ان لا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد غريبة اصبحت اطوارنا نفتخر باشترار افكارنا تعلمنا ان نجهض الحلم قبل الولادة تعلمنا ان نحي مسلوبية الارادة جيل يكرر جيلا فبربكم اين الافادة كيف نريد بلوغ الريادة وكل من لا يملك على ذاته حق السيادة يا ايها السيدات والسادة وانتم يا اصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة لان بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا كان الاختلاف صار عارا او ذنبا اياه اقترفنا هنحن خلقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا هنحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا لان ما يوما عرفنا ان الاختلاف ثراء ان الاختلاف عطاء ان الاختلاف وجود ان الاختلاف بقاء يا ابن ادم خالفني واختلف عني يهوديا مسيحيا او مسلما شيعيا كنت ام سني او حتى ولو كنت دون معتقد ابيضا كنت او اسود فقد كن انت ولا تكنهم دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم يا ابن ادم خلقك الله مختلف فبربك باختلافك اعترف وفي تفردك احترف كن خليفة الله على الارض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع اشحرنا يا ابن ادم فهذه الارض للجميل للجميل برافو برافو هذه الارض لالك والله نورتنا يا علي اهلا وسهلا فيك مين اختر لك هذه اله بما انه عمك ما بيعرف وابوك ما بيعرف ولا حدا بيعرف اه عمه ابوه وامه بيضلوا بيسمعونه بني دائما اه وعمه اليوم قرأت له ياها الصبح هيك بس برافا تدريبي عني اهه يعني عمك ما كان بيعرفها كتير بيعني لك عمك انت كتير بتحب انك تشاوره باي قصيدة انت بدك تلقيها اه كتير حلو بدل ما تجربه تحيين لعمك وعمك كتير متنفيك اه يعني فيه انحياز كمان لقيلك اكتر من حدا بينحياز لقيلك اكتر بعرف انا روز كمان عندها اه موهبة الفصاحة والخطابة امين بتحيط اكتر روزي هي انست هي اللي بتعلمني وهيكي اه مناكر علي جميل روز كتير حلو يعني لو لا لروزي ما كنت تعلمت شعر وانا نواجهه لتحيين لروزي تمام يعطيك العافية يا علي شو حاب بتصير بنستهبل عليه دكتور شاء الله بشوفك احلى دكتور جراحة ولا شو دكتور جراحة عامي داويني بكرة بلاش ما ام اكيد 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 المشاهدين شاهدين ام اكيد ام اهلا وسهلا فيك يا علي واهلا وسهلا فيك يا ريم ونورتنا يا ساروناز ونورتنا يا محمد وهيك مشاهدينا رح نختم باغنية من عند ساروناز ان شاء الله يا رب تكون حلقتنا لها اليوم خلصت على امل تيكم بواهب جديدة اطفال جديد تعلو تتعمر يا دار محمي براجك والعسكر داير من دار توفع زياجك سوريا زينة البلاد تنعد عاديك تنعد سوريا زينة البلاد تنعد عاديك تنعد والبيرق عالي عالي وتحوري بالخيالي على الهبار الهبار يمكلالي بالغار دايم دايم عزك دايم ومكلالي يا دار تعلو تتعمر يا دار محمي براجك والعسكر داير من دار توفع زياجك سوريا زينة البلاد تنعد عاديك تنعد سوريا زينة البلاد تنعد عاديك تنعد والبيرق عالي عالي وتحوري بالخيالي على الهبار الهبار يمكلالي بالغار دايم دايم عزك دايم ومكلالي يا دار تعلو تتعمر يا دار محمي براجك والعسكر داير من دار توفع زياجك تعلو تتعمر تتعمر سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة